اشتركوا في القناة وعندما واصل عبد الكامل مشواره مع الانحراف وفشل في تدبير اكثر من مشروع عهد به اليها ولما مرض الحاج بن ناصر مرض موته سعى عبد الكامل الى السطو على كل ما في خزانة مكتبه ملفات بوليسية قصص من ملفات الشرطة المغربية كتبها الاستاذ عبدالطيف بوحموش صاغها للاذاعة ويقدمها عبدالصادق بن عيسى ملفات بوليسية القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير اسماء الاشخاص واحيانا للاماكن واذا ما وقع تشابه او تطابق في الاسماء او الوقائع فانه من باب الصدفة ليس الا ملفات بوليسية بصمة القفال كان الحاج بن ناصر القباس من كبار اغنياء مدينة مكناس كان مالكا لعدة عمارات ومحلات لبيع الالات الفلاحية لم يرزق من زوجته للاغنية البوحيدية سوى بولد وحيد سماه عبدالكامل ولم تفلح المساعي التي قامت بها المرأة لدى المتخصصين من الاطباء ولم ترزق مولودا اخر ولم يخرج عن القاعدة كان الولد الوحيد وبالتالي كان مدللا ولما غابت الصرامة في حدودها المعقولة عن تربيته فقد فشل في الدراسة ولم يوفق في الحصول على شهادة الدروس الثانوية كان مراهقا في السابع عشر لما انقطع عن الدراسة وكانت امه كثيرا ما تردد ان ولدها وحيدها ليس بحاجة الى ديبلومات اذ لن يلبث ان ينخرط في الاعمال التي يديرها والده وبنجاح كذلك كان رأي للاغنية البوحيدية وكان لا يتوافق البتة مع رأي الحاج بن ناصر والد عبد الكامل الذي رأى في اخفاق ابنه في الدراسة خيبة امل ونذير شؤم على ما هو ات كان يضع قراءته للمسار الذي يمضي فيه ولده الوحيد في سياق قراءته للمستقبل كان الحاج بن ناصر يحلم ان يكون له ولد يتفوق في الدراسة بما يؤهله لتحمل المسئولية وليكون خير خلف كانت خيبة امله كبيرة واختار ان يمنح حياته ما يراه منطلقا جديدا مصغيا الى نصيحة صديق عزيز تزوج من ثانية كانت بنت اسرة فقيرة من حي برج مولاي عمر اعد لها مسكنا فخما في حي لاسيندا وهي فيلا تتوافر على كل المرافق ووسائل الراحة كان الحاج بن ناصر قد تخطى عتبة الخمسين لما تزوج تلك الشابة التي تصغره بما لا يقل عن عقدين ادار ظهره لزوجته الاولى للاغنية البوحدية فيما يشبه معاقبتها على تأييدها لولده مع عبد الكامل الذي كان كثيرا ما يتجرأ على تحدي والده وكان الحاج بن ناصر يرى ان الولد يحظى بتواطئ من امه في العام الاول من زواجه الثاني رزق الحاج بن ناصر ببنتين توأمين وتناهى الخبر الى علم للاغنية وبالرام من انه ظل ينفق على زوجته الاولى وابنهما دون ان ينقص شيئا فان الولد عبد الكامل صار يكفر من زيارة مكتب والده يحرجه ويطلب في كل مرة المزيد من المال كان الحاج بن ناصر يعطيه ما يريد تفاديا لمزيد من الاحراج واجتنابا لكل صدام سيكون هو المتضرر الاول منها طبيعي ان يأتي الحاج بن ناصر على ذكر ما يكابده من جراء سلوك ولده اثناء حديثه الى واحد من اخلص اصدقائه كان الصديق قاضيا ذا تجربة وعلم وخبرة في الحياة وقد اشار على الحاج بن ناصر ان يجعله على واحد من مشاريعه فان هو نجح وافلح فسيكون الوالد قد قام بالواجب واذا ما فشل واخفق فسيكون على الشاب ان يتحمل تبعات ذلك ولن يجرأ احد على مؤاخذته ان هو تخلى عنه بعد ايام استدعى الحاج بن ناصر ولده عبد الكامل الى مكتبه وعرض عليه ان يتولى شؤون ضيعة يملكها في قرية الحاج قدور كانت المهمة تتطلب حضورا يوميا ومتابعة ميدانية لكل ما يقوم به العمال وضع الحاج بن ناصر رهن اشارة ولده كل المبالغ التي سيحتاج اليها لشراء الاسمدة والمبيدات الحشرية وكان للاب شرط واحد ان تحقق الضيعة دخلا لا يقل عن معدلها الاعتيادي ووعد ولده بانه يمنحه مكافأة سخية ان هو نجح في تحقيق دخل يزيد عن المألوف تم الاتفاق وكان مناسبة لما عده الحاج بن ناصر مصالحة مع زوجته الاولى للاغنية البوحدية صار يمضي ليلة عندها واخرى عند ضرتها كان رهان للاغنية كل رهانها على ولدها عبد الكامل وكانت ضرتها تسعى الى مباهاتها بالولد عدى البنتين التوأمين رزقت ببنت ثالثة كانت ام البنات اللواتي شغف بهن والدهن كن جادات في التحصيل بما جعله يحس بانهن تعوضنه عن بعض من خيبة الامل التي عان منها من جراء حراف عبد الكامل انتهى الموسم الفلاحي باخفاق جديد لعبد الكامل ومع ذلك فان الحاج بن ناصر قرر ان يمنحه فرصة ثانية انتهت بفشل جديد وكما راكم الفشل في الدراسة راكم عبد الكامل الفشل في المشاريع التي اوكلها اليه والده ولم يعد من خيار امام الحاج بن ناصر سوى ان يبعد ولده وقد صار مدمنا على المخدرات عن كل مشاريعه وابقى له مع ذلك على اجر شهري محترم كانت بنات الحاج بن ناصر من زوجته الثانية على قدر من الجمال وبينما واصلت الكبرى دراستها الجامعية توقفت الثانية بعد ان حصلت على الايجازة في الاقتصاد وكثر الخطاب الذين يطرقون باب الحاج بن ناصر يطلبون يد احدى بناته وقد رأى في احدهم ويدعى عبدالله التاقي المواصفات التي يرجوها في صهره فزوجه تلك التي قررت التوقف عن الدراسة كان الشاب اطارا في احدى الشركات حيث تم توظيفه بعد ان حصل على ديبلوم في ادارة المقاولات فكر بن ناصر في الحاقه باحدى شركاته لما لمس جده وكفاءته وقد فاجأه ذات يوم بان عرض عليه الامر وافق الشاب ودون منتظار تولى امر شركة استيراد وبيع الاليات والمعدات الفلاحية بعد عام كان دخل تلك الشركة قد تضاعف وبالرغم من نجاح بناته وبالرغم من انه رزق صهرا ذا كفاءة واخلاق فان الحاج بن ناصر ظل يعاني من تبعات خيبة الامال التي مني بها من شراء حراف ولده الوحيد توالت عليه الانتكاسات الصحية في المرة الاخيرة اصيب بجلطة في الدماغ نقل الى المستشفى وظل في غيبوبة وبينما لزمت زوجته الثانية وبناته المستشفى لمتابعة حالته كان عبد الكامل يتلصص الاخبار عن طريق ممرضة منحها بعض المال وقد علم منها ان الرجل حتى وان خرج من غيبوبته فسوف لن يسلم من عاهة دائمة ثم بعد ايام علم منها ان والده قد توفي سريريا لحظتها قرر ان يسطو على مكتبه وان يستولي على ما في الخزانة تظاهر بانه جاء الى المستشفى يتفقد احوال الوالد تظاهر بالحزن ثم في لحظة ما تسلل خارجا كان قد خطط مع اثنين من رفاقه للسطو على خزانة مكتب والده كان المشكل الاكبر يتمثل في فتح تلك الخزانة التي لا يملك ارقامها السرية كان في مكناس رجل قفال اسمه عبد الرزاق اشتهر بمهارته وقدرته على فتح الخزانات الاكثر تعقيدا وكانت الشرطة تلجأ من حين الى اخر الى خدماته فكر عبد الكامل ورفاقه في الاستعانة بالقفال عبد الرزاق وخططوا لخطفه وقد تسنى لهم ذلك اجبره اثنان مقنعان على الركوب في سيارة وضع على عينيه عصابة ثم اقتادوه الى وجهة لم يكن له ان يدركها لما وصلوا المكتب ازاحوا العصابة عن عينيها قالوا له انهم يريدون فتح الخزانة الحديدية كانوا ثلاثة يضعون اقنعة على وجوههم هددوه بسكاكينهم ووعدوه بمكافأة ان هو نفذ واطاع الاوامر ايقن القفال انه في ورطة حقيقية ولم يسقط من حسابه ان تقوم العصابة بتصفيته ولذلك فكر في ان يترك اثرا يدل على الاماكن التي مر منها تعمد ان يترك على صفحة جانبي الخزانة بصماته واضحة بل انه طلب من مختطفيه ان يساعدوه في اخراجها من مكانها وكان قد رأى انهم لا يضعون في ايديهم قفازات وهكذا تسنى له ان يجعلهم يتركون بصماتهم على الخزانة لم يكن لما خطف يحمل معه المعدات الضرورية ولذلك اضطروا الى نقله مغمض العينين الى دكانه احضر المعدات وعادوا به الى مكتب الحاج بالنصر بسهولة فتح الخزانة استولى عبد الكامل على ما كان بداخلها من ملفات ومبالغ مالية كانت هناك بضع رزم من الاوراق النقدية اخذ عبد الكامل احداها قسمها الى ثلاثة اعطى صاحبيه منها وكذلك القفال بعد ان انتهت العملية انصرف الجميع تم تعصيب عيني عبد الرزاق القفال واخذ على متن السيارة ثم ترك في ضاحية المدينة في الصباح لما التحق الموظفون بادارة الشركة فوجئوا باثار السرقة تم ابلاغ المدير وهو سهر الحاج بن ناصر الذي اتصل فورا بالشرطة لم يتأخر وصول العميد محمد المستور ومعه المسؤول عن مسرح الجريمة تم اخذ البصمات التي رصدت على صفحة الخزانة فوجئ المحققون بوضوح بعض تلك البصمات وكأنما تركها صاحبها ليتم الاهتداء اليها كانت مفاجأة العميد محمد المستور وفريقه اكبر لما تبين ان بين تلك البصمات بصمات للقفال عبد الرزاق الرجل الذي تثق فيه مصالح الامن وتستعين بخدماته تم استدعائه لم ينتظر طويلا وادخل على العميد الذي لم يكن يخفي غضبه ودون ان ينتظر اي سؤال منها قال القفال انه فوجئ بسرعة الاهتداء اليها قال انه تعمد ان يترك بصماته واضحة بل انه اخبر العميد بانه حرس على ان يترك افراد العصابة بصماتهم ايضا على الخزانة قبل حلول مساء ذلك الرابع عشر من ابريل من العام ثمانية والفين كان الثلاثة في يد الشرطة وفي جملتهم عبد الكامل ابن الحاج بن ناصر التزم الشاب الصمت ولما حضر محام للدفاع عنه نصحه بان يبوح بكل شيء وان يعترف كان المحام يريد الى اعمال الفصل خمسمائة وخمسة وثلاثين من القانون الجنائي الذي يجعل المتابعة في حالة عبد الكامل لا تتاح الا بناء على شكاية يتقدم بها والد عبد الكامل ما لم يكن علم على نطاق واسع ان الحاج بن ناصر القباس كان قد فارق الحياة عصر ذلك اليوم لن تكون هناك شكاية ضد عبد الكامل فيما تمت متابعة شديكين ملافاتون بوليسيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة